بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي جماهير الأهل العظيم وجماهير أعظم نادي في الكون أهلاً ومرحباً بكم على قناتكم قناة النادي الأهلي وحلقة جديدة من الستوديو التحليلي ومبراء مهمة جداً 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 في الدوري المصري العام الممتاز لكورة القدم مهمة صعبة وقت صعب جداً جداً بيعدي علينا ولكن مش أول مرة تحديات كتير قوي 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 ما أتكلمش على لعيبة بس أنا أتكلم عن نادي الأهلي بصفة عام أتكلم على جماهير النادي الأهلي العظيم جماهير النادي الأهلي العظيم اللي أنا أتكلمها بصفتي واحد منهم وبصفتي كنت لعيب في يوم الأيام في النادي الأهلي الصعوبات دي والمعوقات اللي بتحطي لنا دي مرنا بيها قبل كده كتير بس مهما كانت الصعاب إن شاء الله حنواصل مع بعض حصد الألقاب مرة أخرى مهما كانت الصعاب جمهور الأهلي دايما ورانا للخروج من النفق الصعب مهما كانت الصعاب جمهور الأهلي عارف دوره إيه وبيقدي دوره على أكمل وجه لأن ده جمهور النادي الأهلي الحقيقي جمهور النادي الأهلي الحقيقي اللي بيبني ما بيهدمش جمهور النادي الأهلي الحقيقي هو اللي بيقف بشدة ورفرقيته في الأزمات جمهور الأهلي العظيم ده هو صانع البطولات جمهور النادي الأهلي العظيم ده هو اللي بنستمد منه قوتنا في وقت الشدة وفي وقت الضعف بالنسبة لنا جمهور الأهلي العظيم ده هو صانع التاريخ هو صانع المجد هو صانع وصاحب الأرقام القياسية مش إحنا جمهور الأهلي العظيم هو صاحب البيت ما يهدش بيته أبدا ولكن بيعف مع إعادة الترتيب من جديد إعادة ترتيب البيت من جديد لكن عمره ما يتخلى أبدا عن أبنائه عمره ما يتخلى أبدا عن رسالته مدى الحياة عمره ما يتخلى أبدا عن عظمته وولاءه وانتماءه لصرح عظيم هو النادي الأهلي تعلمنا منكم حاجات كتير قوي 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 مش عايز أقول لما نقع لأ لما بنتعثر بتاخدوا بأدينا وتعدونا من اللي إحنا فيه ما بنقومش غير بيكم لما بتحصل كبوة أنتوا اللي بتخرجونا منها بسرعة أنتوا اللي بتثبتوا فينا الروح من جديد منكم وبيكم بنسترجع شخصيتنا من جديد شخصية وروح وعظمة النادي الأهلي أنتوا أعظم جمهور شفناها فعلا في حياتنا أنتوا فعلا اسم على مسمى أنتوا حبوكوا للنادي حقيقة مش عارات أنتم دايما اللي بتدونا الأمل في نفسنا أنتوا اللي بتدونا عمركم الحقيقي وده حقيقي مش كلام